وينضم إلينا من العاصمة الأمريكية واشنطن المحلل السياسي إيهاب عباس سيد إيهاب لنبدأ بهذا السؤال الذي اختتم به تقرير كريمة الحلفاوية هل تنجح واشنطن بالفعل في هذا المشروع ومشروع القرار لدى مجلس الأمن الدولي وإيقاف نزيف الدم في غزة والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق المحتجزين يبدو أن هناك مشكلة في الصوت لدى الكاتب والمحلل السياسي إيهاب عباس من واشنطن سنحاول معاودة التواصل سيد إيهاب هل أنت معنا الآن؟ نعم مع حضرتك تفضل أهلا بحضرتك أستاذ حسن وأهلا بكل المشاهدين لا أعتقد أن واشنطن ستنجح في تمرير هذا القرار لأن في نهاية المطاف النواية لدى إدارة جو بايدن بدت واضحة تماما ونعلم جيدا أنه لن يسعى لتحقيق أي شيء يفيد الشعب الفلسطيني ولا ما يحدث اليوم في غزة وإنما سيسعى إلى كسب أراضي جديدة للجانب الإسرائيلي فقط ولن يكون هذا القرار نافذا لأنه في نهاية المطاف أعتقد أن روسيا من الممكن أن تستخدم حق النقط الفيتو ضد هذا القرار ليس رغبة من روسيا في عدم رؤية وقف الحرب ولكن ألا تعطي واشنطن هذا السقق الدبلوماسي بتمرير قرار توفقه عليه كروسيا لأن روسيا تعترض على سياسات واشنطن المتعلقة بإدارة هذه الحرب فلا أعتقد أن هذا القرار سيكون له مصير مختلف عن أقرانه السابقين ويمرر نعم طيب يعني إذا انتقلنا إلى جولة بلينكين الثامنة في المنطقة خلال ثمانية أشهر إلى أي مدى يمكن أن تحمل معها الجديد؟ للأسف أنا لا أريد أن أكون متشائما ولكن لا أعتقد أنها ستحمل شيئا جديدا اليوم الموقف الأمريكي مما حدث في النصيرات وما حدث من عملية تحرير الرهائن على حساب أكثر ما يقرب من ثلاثمائة قتيل فلسطيني أعتقد هذا الأمر مستفز جدا للفلسطينيين والدعمين للموقف الفلسطيني خاصة أن واشنطن لم تبدي أي اعتراض على مقتل هؤلاء ولم تبدي تعاطفا ولا أي شيء على الإطلاق فبالتالي الموقف الفلسطيني اليوم سيكون متشددا في مسألة التفاوض ومسألة بنود وشروط التفاوض وأنه كنا نقول قبل ذلك أن ليس أمام حماس والفصائل سوى ورقة التفاوض المتعلقة بالرهائن واليوم هذه الورقة أصبحت على المحك بشكل كبير جدا فلأعتقد أن الفصائل بمن فيهم حماس طبعا ستسلم هذه الورقة بمنتهى السهولة من أجل بضعة أسابيع من وقف الإطلاق النار غير واضحة المعالم بعدها الأمور كيف ستسير هل ستسير إلى وقف كامل لإطلاق النار أم فقط نسير من هدنة إلى هدنة حتى يتم تحرير كامل الرهائن وتستفرد بعد ذلك القوات الإسرائيلية بالفلسطينيين وبحماس وبالفصائل في رفح والأماكن التي تحاصرهم داخلها بعد استقالة جانس وأيزينكوت كيف تسير الأمور في الداخل الإسرائيلي وإلى أي مدى يمكن أن تبتعد الأمور أكثر مع الإدارة الأمريكية هي تسير على ما يبدو في اتجاه اليسار اليوم ربما المعارضة الإسرائيلية أصبح لديها مكسب جديد وهو جانس الذي من الممكن أن ينضم لي إير لبيد فأي لحظة من اللحظات وياس عيان لإسقاط حكومة بن يمين نتنياهو هل هذا سيتم؟ ممكن أن يتم خاصة إذا مزددت التوترات بين بن يمين نتنياهو وبن كفير واسموتريتش الذين يطالبان بمزيد من الضغوط العسكرية على الفلسطينيين في قطاع غزة ويؤاججان نار الحرب ويطالبان بحرب في الشمال كل هذه الأمور من شأنها أن تخيف المجتمع الإسرائيلي أيضا وبالتالي ربما يكون هناك سعي لإسقاط حكومة بن يمين نتنياهو لكن نتنياهو عامة يتمتع بجلد سميك ربما سيستطيع أن يجد مخرجا في كثير من الأحيان من مثل هذه الورطات السياسية التي يجد نفسه بها لكن بني جانس بكل تأكيد هو خيار أفضل للولايات المتحدة ونذكر أنه كان في زيارة إلى واشنطن قبل شهرين تقريبا ربما وأكثر بقليل وقدم مقترحا من ست نقاط كان على رأسه تحرير الرهائن والبند الثاني في هذا المقترح كان تقليل قدرات حماس العسكرية يعني هو يتقبل وجود حركة حماس عكس بن يمين نتنياهو الذي لا يرغب في إبقاء على حماس في غزة ويرغب في تدميرها تماما فربما إذا ما استطاع اليسار الإسرائيلي والمعارضة الإسرائيلية أن يسقطع حكومة بن يمين نتنياهو وسنكون أمام معطيات جديدة تماما في التعامل مع هذا الملف يعني ربما يكون هناك وقف الإطلاق نار حقيقي يكون هناك تفاوض حقيقي على تسليم الرهائن ويكون هناك إبقاء على حماس ولو حتى بشكل مدني داخل قطاع غزة يعني ربما يكون هناك حلحلة في الأمور أكثر من التي نشاهدها لأون برغم من كل الزيارات التي يقوم بها بلينكين وغيره لا أعتقد أن هؤلاء يلعبون أدوار حقيقية لوقف إطلاق النار هو فقط السعي لمحاولة مساعدة إسرائيل في تطبيق أهدافها نعم طيب يعني فيما يتعلق بالإدارة الأمريكية نفسها والظروف الداخلية التي تواجهها لسيما ونحن على اعتاب الخطوات الأخيرة للانتخابات الأمريكية يعني إلى أي مدى أو إلى أي الاتجاهين يمكن أن تتجه الإدارة الأمريكية إلى فرض أمر واقع على حكومة بن يمين نتنياهو تجاه وقف إطلاق النار أم تضغط للوبي الصهيوني في الاتجاه الآخر لا هي لا تستطيع أن تفرض على بن يمين نتنياهو أي شيء والدليل على ذلك طوال المدة الماضية منذ بداية هذه الحرب وحتى اللحظة التي نتحدث فيها لم تستطع أن تفرض أي شيء على إدارة بن يمين نتنياهو هي صحيح تجعجع كثيرا من قبيل يعني ما تقوم بالقوات الإسرائيلية في غزة أصبح بشكل مفرد يجب أن يكون هناك خطة واضحة لاجتياح رفح إدخال مساعدات إسقاط مساعدات ميناء بحري الأمور الإنسانية كل هذا استهلاك إعلامي فقط لا أكثر الحقائق كلها تظهر عندما نذهب إلى مجلس الأمن فيتو أمريكي في كل الأطر وعندما نتحدث عن وقف التمويل العسكري لإسرائيل هذا لا يحدث بل بالعكس يزداد التمويل وشهدنا في الشهر الماضي الموافقة على ميزانية ضخمة من الكونغرس الأمريكي لتمويل إسرائيل عسكريا وكل هذه الأمور فلا أعتقد أن إدارة جو بايدن جادة في التعامل مع هذا الملف بشكل كبير أنا مازالك متفائل أنه دونالد ترامب إذا ما جاء برغم أن الأمور تشيلها بلتسابة 99% وربما أكثر أنه لن يكون إيجابيا لكن ربما يدخل التاريخ من أوسع أبوابه إذا ما استطاعني حقق سلاما بين الإسرائيليين والفلسطينيين شكرا جزيلا لك سيد إيهاب عباس الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن ترجمة نانسي قنقر